كم لا يمكن حصره من المنتجات بنستخدمها في حياتنا بشكل يومي لها علاقة بالمنتجات البترولية ما هو البترول؟ كيف يتكون البترول؟ هو البترول اللي احنا بنستخدمه في العربية ده هو البترول اللي احنا بنطلعه من الارض ولا دي صورة مختلفة من صوره؟ ولا ده احد مشتقاته واحد منتجاته؟ لكم انت تتخيلوا ان البترول يمكن بعض منتجاته بتدخل في غزاءنا ايوه في الاكل اللي احنا بناكله وبتدخل كمان في الكريمات اللي بنحطها على شعرنا وفي الفيزلين اللي بنرطب ببشرتنا منتجات كتير جدا لا حصرة لها لها علاقة بالبترول يمكن ما فيش اي حياة مدنية ممكن تكون موجودة بدون هذا البترول البترول ليس مصدر للطاقة فقط ولكنه ايضا داخل في صناعات كتيرة جدا 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 خلونا نتعرف على هذه الصناعات ونتعرف على كل المواضيع لكن خلوني اول ارحب بضيفر عزيز الكيميائي خالد بيومي خبير بالخطاع البترول برحب حاليا كفان دم اهل وسهلا بيك دايما الناس بيجي لها كده يعني لها اول ما بيجيب سياسة البترول يقول لك ده البنزيل اللي بديمشي بيه في العربية او اللي بيمشي العربية النقلة وبيمشي القطرة وبيمشي الطيارة دي دايما كل افكارنا قبل ما نتكلم في مشتقات البترول واستخداماته ومنتجاته خلينا نعرف ما هو البترول وكيف يتكون البترول جميل البترول هو عبارة عن ايه مش عايزين نتكلم في حاجات كيميائية معقدة ايوا لأ عبارة عن خليط من حاجات مع بعضها اتكونت على مر ملايين السنين في باطن الارض طيب اتكونت ازاي اولا البترول لونه احنا ما شفناش تكون ازاي بس في شواهد بتقول البترول تكون ازاي البترول فيه نظريات كتير جدا بتقولك لأ نظرية علمية ونظرية فنية لا افضل نظرية لنظريات تكون البترول هي النظرية البيولوجية او بتقول ان البترول ده عبارة عن كائنات حية بحرية في حوض ترسيب بحري كبير جدا وسط مائي وكل مكوناته من تحالب واسماك وكل اللي حضرتها تتخيله موجود في هذا الحوض الترسيب اللي هو بداية التكون الحوض ده مع الفترة اللي فاتت او الفترة القديمة بتاعت الحقاب الجيولوجية الحركة الجيولوجية او الارض كتحركة عنيفة جدا فجأة بتلاقي ان حوض الترسيب ده اضغطة برواسب بصورة فضيعة عالية جدا البترول او الكائنات دي اتمنى عنها الهوى اخبر حضرتك تحللت لو هي تحللت في وجود الهوى كان خاصة لتعفن ما تدينيش بترول ما تدينيش بترول خالص انما حضرتك اول ما تحللت بمعزل عن الهوى وبضغط حاجات اللي عمالة تتراكم وتترسب وتترسب مع الترسب ده وزن العمود اللي فوق الحوض الترسيب ده عمال ينزل تحت باطن الارض نظرا لثقل الرواسب اللي عمالة تيجي عليه بينزل الحرارة بتزيد والضغط بيزيد بدأ التحلل الكيميائي لها بدأت تتحول لسائل عبارة عن خام البترول فمكون من حاجات كتير جدا تشكيلة غريبة جدا سلاسل معظمها من الكربون والهايدروجين وبعض العناصر التانية الموجودة انما عشان كده احنا بيقول عليها عناصر او مركب هايدرو كربوني صحيح طيب مهودة برضو هيقودنا نسوء الحديك بتقول الموضوع كان احواد ترسيب ترسيب ايوه وهيجي واحد يسألني والله يقول لي طب ما فيه فعلا بترول في البحر وجنب الشواطئ ولكن برضو فيه بترول بيطلع في قلب الصحرة في مناطق ما كانش فيها مياه ابدا لأ حضرتك احنا بنتكلم على ملايين السنين حضرتك ما تعرفش البيئة ساعتك ايه بدليل ان لما بتطلع بتعمل استخراج البترول او بتستكشف او او بتطلع معك حفريات بحرية كانت موجودة حفريات بحرية حتى لو بتطلعوا من الصحرة نعم يا فندم انت بتعرفش من ملايين السنين الحتة دي كانت ايه ده احنا دلوقتي في العصور الحديثة بتلاقي مثلا حضرت الفرعنة حضرتك بتجي تدور في اماكن في الصحرة بعيدة جدا بتلاقي ان كان في معبد هنا ومطموص تماما حضرتك بتكتشفوا وبتطلعوا وده مرور بتكلم على خمس تلاف سبع تلاف سنة صح لما حضرتك لما تتكلم على ملايين السنين لا ده ما تعرفش البيئة كانت ساعتها وقتها البيئة كانت بحرية ولا برية وانهجوز كان مغطب المياه بزبط وامت حصل التغطية بالرواسب وامت حصل انها تنزل ويزيد عليها الضغط لحد ما تتحول بفعل الضغط ودركة الحرارة الى خام البترول او سائل البترول هو يقال طبعا في علم الجيولوجيا ان الكرة الارضية بالكامل كانت مغطبة المياه يعني قبل ظهور اليابسة ان في بعض التفسيرات بتقول ان الارض كلها كانت مغطبة بالمياه لفترة طويلة وبعد كده ابتلت تبرز اليابسة وبتلت الصفائح الارضية تتحرك الى ان كونت شكل القرات اللي احنا بنشوفها اللي حتى بتتباعد وتتقارب هي حضرتك انا متكلم على اللي هي التغير التكتوك التكتونيكي ايوه اخذ بالحضرتك والصفائح التكتونية ديت دي كانت موجودة بس في وجود الارض صحيح اخذ بالحضرتك مش لازم يكون انها كانت موجودة في المياه لان انا من سبحانه تعالى بيقولك والارض بعد ذلك دحاها كانت موجودة وخدت شكل الضحية او البيضة المسحوبة بالجنبين صحيح طيب سؤال مهم جدا شكل خامل بترول ده ايه عشان برضو الناس بتبقى متخيلة ان هو شبه البلاك صح هقول لحضرتك لو اشكال جديد كتير جدا جدا اولا ممكن تلاقي اللون الاسود كويس ممكن تلاقي اللون الزيتي ممكن تلاقي اللون اللي شبه السولر عارف حضرك السولر لما تيجي تتموين العربية المسطنقل بيبقى لونه اصفر فاتح شفاف يعني بس بيبقى تقيل شوية عن السولر ده من افضل الخامات ده بيعتمد على السلاسل الهايدرو كربونية الموجودة طويلة ولا قصيرة ولا متوسطة كل ما بتزيد السلاسل الطويلة ده بتخلي خامل بترول يميل اللون الاسود عشان كده الخامل اللي حضرك بتكلم عليه اللون الاسود ده بيطلع منه مزوت اعلى من اي حاجة تانية بقى حضرتك انما الخامل اللي هو الاولاني اللي هو الخفيف بيطلع منه منتجات خفيفة كتير جدا 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 وعالية جدا يعني بيطلع منه بنزين كيروسين سولر ونسبة المزوت اللي بتطلع منه بتوققوا ليلة جدا جدا طيب طبعا ده افضل واقتصاديا افضل كتير طيب الواحد دهما بيشوف اسعار البترول في البورسة يقول لك خام برينت خام معرفش ايه خام ايه هل الموضوع ده له علاقة بقى بجودة المنتج اللي طالع في حاجة اسمها اه اي بي اي جرافتي او دي اللي بتحددلك القيمة الاقتصادية للخام اللي عندك ايه بمعنى ها حضراتك بلوقتي بتعمل خليط من بير وبير 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 وكذا بير طلع لك خام بلند بتقيس الكسافة بتاعته والله لو الكسافة بتاعته قليلة معنى كده ان الخام ده سعره هيبقى كويس جدا وتاخد منه حركة بتشتري حاجة هتستفيد منها قد ايه لما تاخد تشتري حاجة وتستفيد منها حاجة عالية جدا لو قال لك مثلا 60 دولار انا موافق لا 65 انا موافق على حسب العرض والطلب في السوق العالمي انما لو خام قليل نسبة المزوت هتطلع المزوت المزوت عايز مشكلة عشان تعيد تكريره تاني لان دلوقتي طبعا الاول كان المزوت بيطلع على الافرام بتاعت الطوب وعلى وعلى انما دلوقتي لا بيعاد تكرير المزوت كأنه خام كأنه خام تاني عشان يطلع منه برضو يطلع منه نفس المنتجات بل حضرتك فده بيديك الفاليو او القيمة بتاعت الخام ان انت هتستفيد منه من المنتجات البيضة اللي احنا بروي عليها البنزين وكيروسين اكتر من المنتجات السودة طيب مين هي اشهر الدول او اجود بترول في الدنيا موجود فين هقول لحضرتك اجود ممكن جدا دولة يكون عندها الخام في البير في المنطقة مثلا الصحرى الغربية بل حضرتك بتطلع انت الخام وبتقيسي الكسافة بتاعته ممكن يختلف خام عن خام في نفس البلد في نفس البلد على طبقا للكسافة بتاعته البير دي يا ربنا كرم وطلع البير الخزان الارضي او حض الترسيب اللي احنا قلنا على حضرتك عليه كان موجود في الاول ده التحليل بتاعه كان تحليل عالي جدا لدرجة ان السلاسل الهيدروكربونية قلتنا حقيقة طويلة مزوت المتوسطة سولر اللي اقل كيروسين السلاسل دي نفسها اتكسرت اكتر فالسلسلة الطويلة اللي كانت بتسبب لي لون الاسود اللي هو المزوت لا بدأت تحولي داخل بطن الارض يعني عملية تكسير طبيعي وهي لسه جوة قبل مسحبها الحاجات دي انا بعملها بعد كده في عمليات معالجة ان انا ااخد ده وكسر السلسلة سي اتش وكلام حضرك الناحية الهيدروكربون لما بكسر السلسلة ديت بيديني منتجات اللون بتاعها بيتغير من الاسود افتح افتح على حسب السلسلة اللي انا اعملها حبا لحضرتك فده فما فيش دولة مثلا محددة تقول ان الخام بتاعها جيد ودولة لا طبعا ليبيا طبعا من افضل الدول اللي الخام فيها نسبة الخام الخفيف اللي زي بقوله لحضرتك عليه ده كتير نسبة ايوه نسبة الخام العبار اللي بتطلع الخام ده خير خير في ليبيا والله خير 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 بيزعل عليه طبعا والله طبعا للأسف يعني حالكتي ممكن تتذكر زمان لما كان فيه ناس كده تروح مارسة ما تروح ايوه كنا بنلاقي البنزين بتاع ليبيا ده بيتباع على الشارع نعم شراكا كده وكان ريحته مختلفة خالصة عن البنزين المصري اقول لحضرتك الريحة في البنزين دي راجعة للكابريت اه الكابريت لما يبقى موجود في الخام من الأصل لأنه لما تيجي تكرره بيتوزع اه اكتر حاجة تليها في المزود تقل تبقى في السولر تقل بس هتوصل للبنزين اه هتوصل للبنزين فريحة تشم ريحت الكابريت فيه اه انما لما يبقى نسبة الكابريت اساسا قليلة تلاقي المنتجات اللي طلعة نسبة الريحة بتاعتها قليلة جدا بل حضرتك لدرجة ان حضرتك المتجاز بتبتدي تقل الرائحة بتاعت الخام تدريجية لو فيه كابريت لحد ما نصل للمتجاز اللي هو اساسا ملوش ريحة ملوش ريحة بس بيضيفوه له كابريتيد الهيدروجين عشان نكتشف لا هي اسمها مركابتن اه مركابتن اصل كابريتيد الهيدروجين ريحته سيئة جدا لا وسيئة المركابتن الريحة ديت اول ما تشمها تعرف انه ريحت ان فيه تصر اه فيه متجاز فيه غاز منتشر انما كابريتيد الهيدروجين ده صعب هو نفس العيلة ايوا بس ده ايه ده مركابتن ده برضو يعني اش خاني اشرح لا بصدر يعني طيب هو عموما زي ما يعني الدكتور بيتكلم بيقول ان الغاز الطبيعي اصلا ماروش ريحة لكن هذه الريحة تضاف اليه عشان نكتشف التصرب انما هو في الاصل ماروش ريحة فريحة الغاز دي احنا حاجة بنحطها عشان لما الغاز يتصرب نبقى عارفين ويمكن الكابريتيد الهيدروجين ده اللي هو علاقة كمان بالتفاعلات اللي بتتم في بطننا احيانا الجازز اللي بتطلع مننا احيانا لما بناكل منتجات فيها كابريت كتير زي الكرومبو زي الكرنابيت وزي عناصر كتير جدا بنلاقي ريحة مميازة جدا وهذه الريحة يمكن كانت زمان بتضاف هذا المنتج بيضاف الى المنتجات البترولية الغازية عشان نعرف منها رائحة التصرب طيب عايزين نعرف من حدلك رحلة البترول بقى من البير بهذه الكثافة الكبيرة دي حاجة يعني كثافة عاملة زي العسل كده تمشي زي دي في الأنبيب ما انا قلت لحضرتك الكثافة بتعتمد عليها الخام اللي تتحلل من الأول ممكن يبقى الكثافة بتاعته عالية ممكن الكثافة بتاعته تبقى قليلة جدا يعني زي وزي الصولر كأنك حضرتك لو خدت مثلا كمية من بير وتيجي تصبه تصبه كأنك بتصب الصولر بالزر تماما فالمهم اقول لحضرتك الوقت احنا قلنا ان بداية المكامن او اللي هو النشأة بتاعت الخام في أحوال ترسيب كائنات بحرية تحالب كل حضرتك تتقيله موجود فجأة جت رواسب غطت هذا الحوض فصلت عزلته عن الهوى ونزلت تدريجيا بضغط الوزن بتاعها لحد ما وصلنا لبطن الأرض حصل التحالل الكيميائي ووصلنا الخام البترول خام البترول عشان موجود في بطن الأرض ما بيبقاش فري ما بيبقاش لوحده بيلاقي مياها جوفية معاها صحيح بيلاقي أكاسيد أخبار حضرك معاها بص حضرك وهو لأنه ما بيستقرش في مكانه يبيتحر اتكون في المكمن بتاعه أو البير بتاعه الضغط زايد جوه البير لسه حضرك عارف لما تبقى متخيل أن أنت قاعد في حاجة وعليك ضغط تكون زاست حاجة ساقعة ورجينها وضغط تماما تماما عايز تهرب طبعا أخبر حضرك وبعدين الصخور اللي تكون فيها أو المكان اللي تكون فيه يسمى صخر رسوبي يعني صخر رسوبي النفاذية في عالية زي حضرك لما تجيب رمل تحطه في كوباية وصبت مياه حضرك الرمل المياه الأحواض الترسيب دي أحواض الترسيب دي بتبقى رسوبي ولما الضغط بيزيد عايز يهرب يبتدي يتسلل يهرب طيب هل هيهرب لإمتى والفين بيهرب والحمد لله عشان الضغط ده هروبه دائما لأعلى ما بينزلش التحت طيب ده من نعمة عشان نكتجز نعم نعم عشان حتى لما تيجي تستخرج ما يبقاش العمق عالي جدا يهرب أفقي ورأسي مش تحت لأن تحت الصخور بتبتدي تزداد كسافة وتزداد صلادة ولحد ما نوصل للصخور النارية اللي تحت خالص فالجزء الرسوبي ده بيسمح للبترول أنه يتخلل أفقيا أو رأسيا طيب اتحرك رأسيا ويلاقي أن الأجواء الوحيطة بتاعته لازالة رسوبية ونوفازية عالية يفضل مستمر لحد ما يجد أضعف مكان يطلع منه لا لو هيطلع أضعف مكان هيوصل لسطح الأرض وبيبقى فيه ناشعة مترولي لحد ما يلاقي لو هو قريب من سطح الأرض وفضل يطلع والصخور كلها كانت رسوبية هيعمل لك ناشعة مترولي إنما لا هو بيفضل يتحرك لحد ما يلاقي صخر كومباكت يعني إيه كومباكت عارف حضرتك إيه مضغوط يعني بالضبط الحجر السلم القديم بتاعنا حجر جيري مصمط ده اسمه كاب روك أو ده القفل عليه يفضل طالع طالع لحد ما يلاقي ده هيتحرك تاني يقف عنده خلاص خلاص دي بقت اسمها إيه المصيادة المصيادة بالضبط تراب حتى إحنا بنسميها في شغل عندنا تراب بقت المصيادة بتاعت التكون هنا فضل يتحرك لحد ما لقى اللي هو الصخور كومباكت ديت وقف تاني وقف مش قادر يتحرك تبتدي يا حضرتك تعمل بقى دريلينج أو تعمل حفر أو تعمل استكشاف في الأول لحد ما بيبتدي يطلع معاك دايما البترول وهو بيطلع إحنا قلنا حضرتك بيقابل مية وبيقابل غازات وبيقابل كل حاجة ما بيبقاش لوحده ما بتبقاش طبقة خام لوحدها بتبقى طبقة خام تحتها طبقة مية فوقها طبقة غاز أحبال حضرتك أحيانا البير بيبقى كله غاز خلاص التحفظ اللي يتحلل لحد ما بقى غاز دلوقتي لما بيتحرك ولقينا طبقة مية تحت وطبقة الخام بتاعتنا الأساسية اللي أنا بدور عليها من الناحية الاقتصادية فوق منها طبقة الغاز عشان كده لما حضرتك بتيجي تعمل حفر بتلاقي البير فأول ما تبتدى الحفر الضغط بتاعه مش مكلفك تكلفة عالية طبعا بومبينج أوتوماتيك تفتح بس كده تلاقي الدنيا شغالة بعد كده تدريجيا ببتدى الضغط يقل تبتدى بقى تعمل انت طفلة من تحت وتعمل زيادة للضغط تاني في البير عشان بقية الخام تاخد أقصى استفادة من الكمية الموجودة عندك يعني هو في الوقت يعني زي شفت انت قززت الحاجة الساقة عادية لما بترجوها مجرد بتفتحه الغط أيوا ده الجزء الغازي ده الجزء الغازي وراه كمان الخام في أول طبقاته برضه بيكون لسه الضغط عالي أيوا وبنشوف البترول عمال يطلع زي النفورة كده زي ما بنشوف الأفلام بتاعت زمانك أيوا بالزبط بتاع 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 مش فاكرة أيوا كان موانتس بترول يعني متلاقوا جالة في المشاهد في الأفلام الأمريكاني القديمة كله بيترول بيطلع في الأول لازم بيطلع بالطريقة دي بعد كده يبتدي يهدى يبتدي يبتدي أنا بقى عملية نعمل إيه نصنع ضغط جديد صح يعني بيحط بقى الطفلة أو أيوا تحقق تاني في نفس البير فيلغط من تحت ياخد مساحة بالزبط يطلع تاني يطلع تاني بدلغطه تاني بيعمله ضغط تاني يحس إنه عايز يبتدي يتحرك من المنفذ اللي أنا عملهوله بس بنسمع فاندي مع المصطلح اسمه تنمية القبار يعني يقول لك احنا عملنا بير وبعد كده بنمي هقول لك حضرتك يعني إيه بقى هقول لك حضرتك احنا قلنا دلوقتي البير في الأول بيطلع بالضغط بتاعه أخبرك تيجي اقتصاديا تيجي في التكلفة هل لو عملت تنمية للبير وسعر الخام عالي التكلفة اللي أنا هعملها دي هتغطي اللي أنا هعمله للتنمية للبير دي عشان أخد بوائي القاع اللي موجود عندي ولا لأ أحيانا بيستنوا على البير لما يبتدي السعر بتاعه يزيد عشان لما يعمل تكلفة تغطي التكلفة بتاعته إنما طالما الدنيا قليلة وسعر البير قليل لا يحبز إن أنا أعمل تنمية للبير في الفترة دي عشان التكلفة الاقتصادية هتبقى عكسية بالنسبة لي هكلف هكلف وطلعت عايز أبيع البنميل باربعين دولار مثلا فأنا طلع كمية دي لا تكفي أو لا تغطي التكلفة اللي أنا عملتها عشان أنام البير لأن تنمية البير بتعتمد على إن أنا بتعمل عمليات المعالجة بالضغط اللي أنا قلت حركها بمخار المية والطفلة بتكلفك بتشيل كل البوائد كلها عشان تطلع بقية الكمية بتاعت الخام البير الموجود طيب زي ما اتفقنا إن أور البترول يمكن الطبقة الأولى بتبقى الغاز هل الغاز ده بيحصل عليه عمليات تكرير ولا لأ ده السؤال السؤال التاني برضو ما جاوبناش عليه اللي هو بتاع كيف تتم عملية نقل الخام البترول إلى معامل التكرير جميل وهل الغاز اللي بيطلع في الأول ده برضو له عمليات تكرير ولا هو خلاص بنشتغل به على طول هقول له حضرتك على حسب الكمية الموجودة الغاز لما بيطلع أنا أحيانا عايز أنقله عشان أنقله لوحده دي قصة تانية فبعمل إيه بحقنه في الخام اللي أنا بدفعه لمعامل التكرير فبيديني بريشر بالزبط بيديني قوة دفعة يحرك المواضيع وبيبقى دايم لأنه هو من نفس العيلة من نفس عائلة الخام بتاعنا صحيح فبيحسن جودته ككسافة وبيتحقن خلال الخط اللي هو الخام لأنه خط الخام هو الخط الغاز صحيح طبعا فبال حضرتك هدي تختلف تماما فهو كتكلفة اقتصادية لا بالنسبة له لما يحقنه جوه الخام ويدفعه لمعامل التكرير بيحسن مواصفة بيوفر عملية النقل في خط تاني لوحده إلا لو الكمية الموجودة المكتشفة تكفي إن أنا أحقنها في خط غاز لوحده في الحالة دا أوكي يبقى يتعامل معاملة غاز لأن أحيانا البير لما تيجي تستكشف في حاجة تلاقي إن البير كله غاز صحيح ومصر ماشاء الله في الفترة من فاتت دي إن شاء الله يعني ربنا يزيد ويبارك أنا أعلن بجد نعم بالزبط قصة الغاز دي قصة جميلة جدا وربنا يزيد ويبارك إن شاء الله يا رب اللهم أمين فنيجي لنقل بقى أنا بنقل البترول عملية النقل ديت بتتم خلال خط أخبر حضرتك طيب أنا لما أجي حضرتك قلتلك قبل كده إن الخام كذا نوع أنا في معامل التكرير لما يجي لي الخام أسود ولا بني فاتح ولا زي السولر هتفرق معي ولا مش هتفرق تفرق طبعا جدا جدا في القيمة الإقصادية بالزبط طلع منه قد إيه بنزين عطلع منه قر عطلع منه قد إيه سولر أنا في الحالة دي لما أجي استلم ما أستلمش كده بلايند لا ده أنا بعمل لأن أحيانا أما أعمل الشركات الإنتاج ممكن تضحك لو هي شركات أجنبية أو مش عايزة أتكلم تديلك خام طالع من بير إحنا قلنا اتفقنا إن أبار البترول مختلفة تماما في الكواليتي بتاعتها أو في النوعية بتاعتها أو في الجودة بتاعتها تديلك خام من بير إنت متفق مثلا على خام فاتح نفترض هذا يديك جزء من ده ويجيب لك جزء من خام أتقل وكله في الخط كنت مش شاف حاجة أنا مش شاف حاجة فالحاجات اللي زي إيه دي بعمل في نقطة فصل بعملها أشوف بعمل كسافة على الخط اللي جايلي افترضنا إن إحنا أن أنا متفقل مع حضرتك هتديني كسافة تمانية من عشر أوكي كل أن الخام عمالي يتدفع في نقطة معينة للسامبلينج أو للعينات خط عينة لقيت آه الخام اللي جاي كسافته تمانية من عشر جميل جدا على اتفاقنا شغال بعدها بفترة نقطة تانية بحلل لقيت بدل التمانية من عشر لقيتها خمسة وتمانية من مية كده كسافة الخام زادت والييلد أو الحصيلة اللي هتيجي من عنده قلت بالنسبة لي طبعا فأنا لازم اللي هي دي بقى اللي هي الـ ABI gravity أو درجة الجودة الأمريكية بتحدد لك إزاي تتعامل وتنقل البترول نقلته بالكيفية بتاعت المرأ بدأت بأن أنت تعرف النقطة دي الكسافة مزبوطة الكسافة مزبوطة الكسافة مزبوطة خلاص تدخل وتحمل وتخزنها في التنكات بتاعت التكرير بتاعت لازم تتطمن تماما أن الكسافة اللي انت اتفقت عليها أو الكسافة دي هقول لحضرتك الكسافة دي كل ما بتزيد كل ما درجة الجودة الأمريكية بتقل بتقل مظبوط علاقة عكسية علاقة عكسية يعني دلوقتي الخام المصري يعني درجة الجودة بتتراوح بين 32 33 35 كل ما بتقل كل ما بيديك درجة جودة أعلى وتقدر تاخد من الخام كل المنتجات اللي انت عايزه عايزها من طيب فيه برضو سؤال واحنا كلنا أطفال كنا كنا بنعدي جنب معامل التكريب بطول نلاقي الشعلة يا جماعة هم مناسين النار فوق ولا ايه اللي بيحصل يعني وفيه ناس بقى كان بتقول لا أصل ده إعلان بتاع الشركة وأصل الشركة عامنا للشعلة دي إعلان عشان نبعارفين مكان هو كلام كتير قوي بس احنا عايزين تفسير علمي برضو لهذه الزهرة لجننة كل الأطفال احنا عايزين ايه نبتدي يعني دخلنا معامل التكرير وهنوصل للشعلة حضر وهردوك مهمة بالنسبة لك دخلنا معامل التكرير الخام احنا قلنا مع مية لازم أسيره ويعمل عشان الخام لو دخل على طول على معامل التكرير بالمية بتاعته هبهدل الدنيا طبعا والمية احنا عارفين ايه أتقل من الخام فدائما ده فضل من ربنا برضو دائما تحت اروع من لها ايه درين او تصريف بتخلص منه على قد مقدر دخل الخام بيدخل على رفع درجة حرارة تدريجي لحد ما يدخل الفرن بالحضرتك دخل الفرن بوصله مثلا لدرجة حرارة تلتمائة وثلاثين تلتمائة وخمسين اوكي الخام على بعض كله على بعض بالحضرتك وصلته للدرجة الدرجة اللي ورت الحرارة عليها بدخله ايه البرج الرئيسي المكسفات بقى الله ينور عليك بيعتمد على الضغط ودرجة الحرارة بكثفه طيب عملية الفصل بتتم ازاي حضرتك احنا قلنا هنعتبر الخام اسود بتتفقين دخل على برج التقطير الرئيسي ازاي بطلع منه البنزين اللي لونه ابيض رائع بحط عليه سبغة ما بيطلعش باللون ده خالص بيطلع شفاف بيطلع شفاف كل المنتجات بيطلع شفاف شفافة عشان تبين لك درجة التلاوس اذا كان فيه تلاوس ولا لا فبيدخل الخام من البرج الرئيسي من اسفل البرج الرئيسي وهو طالع بيعدي على حاجات اسمها صواني فصل صواني الفصل ديت عشان اشباهها لحضرتك لو جبنا علبة سامنة فيها غطى فوق وغطى تحت قطعناهم فوق وتحت ودخلناهم جوة الايه الصفيحة بقت صانية صحيح دي بقت صانية طيب هي مصمطة لو احنا دخلنا الخام من تحت مقفولة مش خلالها اساسا صح كلام طيب انا بعمل ايه بعمل فراغ في كل الصانية بعمل فراغات دواير كده او مستطيلة بعمل فراغات بقت الخام يطلع ملاش راجعة صح صح بعمل ايه بقى باجي حضرتك اه اجيب لو افترضنا فيه كورة بينجبونج اه معدن اطعطها من النص بقى عندي النص الجزء العلو اوكي انا فاتح الفتحات اللي هي في غطص بتاع العلو التسامنة دي دائرية اروح حططها عليها حطط نص الكورة دي عليها حطط نص الكورة نص الكورة نص الكورة بقت دي مغطية وتحتها فاضي بس الكافة القبة اللي انا عملتها دي متغطية عليها ده فالف كده سمام كده بقى الله ينوره ليك ده كب اروح جاي في الطرفين عامل نص مارين قابلين للحركة اه بحيث ان انا لو زقيت بايدي من تحت تعدي تطلع اه والفي الجناب دي تلاقي فراغ سيبته ينزل عارفين السكس بالف اللي في السينات ايوه هو نفس الفكرة كده تقريبا بالزبط ايوه يعني يسمح ولا يرجع بس بداية تروح في اتجاه واحد وما ترجعش بداية يعني عملية بسيطة يعني بسيطة اه يطلع دلوقتي انت عندك الخام لو هنفترض احنا عندنا مازوت سولر كيروسين بنزين الغاز اول حاجة الغاز ده قصة الواحده ونعتبره موجود تماما معنا لا بيطلع فوق لان ضغطه المازوت في الاول مالوش ضغط عايز يطلع لفوق مش قادر يروح نازل في قاع البرج وشت على التنكات بتاعته بقى المازوت لوحده فصل نفسه بنفسه اه عندي سولر كيروسين بنزين تلاتة مختلفين تماما بس خليط مع بعض لسة كله مع بعض التلاتة طلعين مع بعض عدوا على اول صنية هنعتبر ان فيه تلات صواني انه هو الصواني حوالي تسعة وعشرين صنية وارتاعة البرج بيوصل لخمسين متر عشان العملية عن بصة العملية عد على الصنية الاولانية اللي قلت لحضرتك عليها عبارة عن نص كورة بينكبونج ومتحركة قابلة لحركة يطلعوا التلاتة مع بعض طبعا الفتحات الداخلية الجانبية دا بتخليه يطلع اوكي تمام طلع السولر والكيلوسين والبنزين السولر جه بعض الصنية الاولانية دا عايز يكمل مش قادر مش قادر بقى خلاص لضغط كسفت قيلة بقى يريحها الصنية تجمع كل الجزيئات اللي بالشكل دا في نفس المكان في نفس الصنية في نفس الصنية صنية التجميع طلح علي لوحدها دي الله يفتع عليها يبقى أنا كده خدت منتج 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 فصل نفسه ريحني يتبقى الكيلوسين لا طالع مع البنزين وعمل نفسه لسه جامد شوية جامد شوية عد الصنية اللي فوق منه عد عايز يكمل اللي حصل مع الصنية في الصنية اللي تحت يحصل مع الكيلوسين في الصنية اللي فوق مش قادر يطلع البنزين لسه طاقة راح معدي لقمة البرج والغازات لقمة البرج فانا سحبت المزود من تحت لوحده وسحبت السولر لوحده وسحبت كيروسين لوحده وسحبت البنزين هل هو بنزين ده؟ لا طب احنا بس عشان برضو نبسط النقطة دي بصوا جميع طبعا دكتور خالد بيتكلم عن موضوع الفصل يعني باعتبرها مختلفة اللي هي درجات الحرارة هتخلي كل هذه المكونات المختارة مع بعضها تتبخر لكن درجات التبخير هتوقف عن درجات معينة الموضوع كله زي ما جبنا كوباية فيها كحول أو سيبرتو وكوباية جنبها فيها ميا وكوباية فيها زيت هنحط التلاتة نخلطهم على بعض على النار الكحول هيتير أول حاجة على طول اللي هو زي البنزين ويطلع لفور هنليجي نلاقي بعديها المية هتقعد معنا شوية الزيت نقعد نغلي فيه ست سبع ساعات فيه نوعبال ما يتبخر كل الكسفات المختلفة دي بتخلي إن الكحول اللي بيطير أول حاجة المية بيطير بعد شوية الكسافة ودرجة التطاير كسفات فبناخد طبقات مختلفة من المنتج البترولي البنزين فوق وتحت منه الكيروسين تحت منه السولر والمزوط ده الواحد هو أساسا تقيل خالص عمل زي الزيت التهيل ده اللي بنقعد نغلي فيه ثلاثة عمره ما يطيرش بالضبط نيجي بقى عند البنزين وده الحاجة اللي بتوجع قلوبنا كلنا البنزين أنا ما باخدوش زيه زي السولر والكيروسين والمزوط على التنكات بتاعته لأ البنزين في قمة البرج عبارة عن نفتة مش بنزين مش جازولين أولا اللفظ بنزين ناحية فنية أو علمية بنزين غلط C6H6 ده كيميائيا إنما ده المفترض ده جازولين خليط فالجازولين اللي فوق ده أو النفتة اللي فوق ديت أنا مش هاخدها وحطها على التنكة على طول الأكتين شو نحن بنبهد لسعاد أيوة عشان الأكتين بتاعها قليل جدا تخيل حضرك الأكتين بتاعها بيصل حوالي 58% 58 أكتين واطي جدا إحنا قال الأكتين في مصر عندنا 80 92 و95 فالنفتة اللي طلعة حوالي 58 أكتين طيب أنا أسيبها كده لأ أنا عايز أستفيد من كل الخفيف اللي فيها عشان أطلع منها مش الغاز الطبيعي بقى البتجاز لأنه في فرق كبير جدا من الغاز الطبيعي والبتجاز والبتجاز الغاز اللي في الأنبوبة ده حاجة واللي بيمشي في الموصير ده حاجة تانية خالص كموصفة كمان كموصفة وكتكلفة وكتعامل طبعاً فأنا في معمل التكرير لما أجي طلع غاز ما بقولش عليه غاز طبيعي لا لا بيقول عليه غاز بتجاز غاز اللي بيجي لكويفايت بتريليم غاز غاز مسال تحت ضغط أنا اللي أسالته صحيح بل حضرتك فأخذ النفتة ديت وروح مدخلها في برج أفصل الخفيف اللي فيها والتقيل أخليه تحت الخفيف اللي فيها ده عبارة عن البتجاز أخذ البتجاز ده أصبت بداية الضغط بتاعه يعني عشان برضو ما ندخلش في في تفاصيل آه آه الغاز اللي عندي ده ده ضغط الستوانة معروف اللي عايز أقلله والعايز أزوده صحيح عايز أخليه بموصفته طيب الزيادة اللي فيه أعمل فيها إيه؟ في زيادة موجودة مزودالي ضغطه ولو حطيته في الأنبوبة هيبقى ضغط الأنبوبة عالي جداً ولو رميتها تنفجر تنفجر عايز أزبط الضغط ده أساسي جداً فبعمل إيه؟ بودي الزيادة ديت على الشعلة آه عرفتوا بقى موضوع الشعلة جماعة؟ آه عرفتوا موضوع الشعلة؟ يعني لازم يبقى فيه ضغط ثابت عشان عايوا نفذ على الضغط في الأنبيب بالضبط الزيادة بقى لازم تطلع تتحرق دي آه تتحرق بعض الشركات رئيس مجلس يقدر يقولك خلي الشعلة شغالة ليه؟ لو عملية التكرير مشية صح الشعلة هتفضل الاشتعال بتاعها طبيعي وليس به كربون ما فيش فيه تلوز حصل كل واحد واخد حقه في مكانه والصينية بتاعته ما فيش حاجة دخلت على حاجة لان لو حاجة دخلت على حاجة بتلاقي الشعلة مهببة الله ينور عليها يعني نفهم من كده ان الشعلة المهببة تقريبا شركة مهببة على طول طول ما انتو بتلاقي نار كده ما فيش حواليها منورة 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 نفهم ان دي شركة المنتجات بتاعها كويسة لا مش المنتجات التكرير بتاعها كويسة في اللحظة ديت خلي بالحضرتك احيانا ظروف التشغيل بتستدعيك ان انت تغير مواصفتك في الضغط ودرجة الحرارة الخامل اللي يكون داخل عندك دخل فيه نسبة مية عمل لك ايه هامرينج وعمل شغل تلاقي في اللحظة ديت الشعلة بازت لما يظبط نفسه تقري الشعلة مزبوطة تقري الشعلة مزبوطة والله يعني شوات معلومات مهمة جدا كان لازم نعرفها اي نعمة احنا مش كيميائين ولا متخصصين لكن المعلومات العامة اكيد حاجة مهمة جدا دكتور خالد بيومي الكيميائي والخبير بيختاع البترول بشكرك جدا على هذه المعلومات اللي عرفتنا منك طريقة نشقة البترول طريقة نقله طريقة تكريره حتى اللاييرز المختلفة او المنتجات المختلفة اللي ممكن ناخدها من البترول وبإذن الله وموضوع الشعلة ده كمان كان موضوع مهم كان نفسي عرفه بصراح حتى في اسكندرية عندنا وانت يعني كده شركاتي بتروك كتير اه فبلاقي شعلة كتير اقول لي يا رب ايه الشعلة دي بس كواس عرفت منها بس اقول لي حضر رجبا حاجة سريعة احيانا الشعلة بياخد اللي هي الزيادة ديت ويدخلها على الفرن بدل ما يولع الفرن بالمزوت يولعها بالشعل لمبة واحدة بالغاز الزيادة دي يولع في الحتة دي كلمبة من ضمن اللمبات اللي هي اللي اشتعال برضو زي الشعلة اللي في السخان كده بصفظة المشغلة طول الوقت ودي الشغلة بيستفيد من بس مشكرا شخلا جزيلا مورديني واكيد لسه معانا فقرات كمان حوارية جميلة هنطلع فاصل نرجع مع الجميلة مها سميح بعد الفاصل تابعوا